أبو ذراع قولي لسر يعني لخلاك في دور للعين الجسدي ذلك الدور بتلك يعني الجدية بذلك المستوى الراقي لخلات كل الشعب الجزائري حتى لليوم يعني تقريبا كانت سحر الشاشة كان الجزائريون يجتمعون حول الشاشة الشاشة الصغيرة يتابعون أعمالك اليوم تقريبا حتى في سنة 2017 لازال المسلسل هذا الحريق يعني خالي دانو لازال هذا المسلسل الحريق عنده جمهور قولي لي السر لخلاتك يعني تمثلي هذلك الدور هل الدور كان مناسبا لشافية أبو دراع يعني الدور للعيني مناسب تماما لشخصية شافية أبو دراع أم أنه شافية أبو دراع شخصيتها لكات مناسبة لهذا الدور لكم فهمك الساس كان بن مليح من محمد الدين كان رزين النص كان رزين وكان يقيس كل الشعب الجزائري اللي دار الاقتباس بديع مصطفى بديع أسم على مسمى أبدع كذلك اللي يرفض الكاميرا يوسف سحراوي اللي دار لسامع محمد بوصبع هذو كل قامات يعني في أبو دراع هي اللي نقشت واش داروه مع باش كمل ولكن كان الدور يعني موافق ومناسب لك سيدة شافية أبو دراع بدرجة أو بطريقة يعني ساحرة صحة تعبير أعطاني النص مصطفى بديع رحمه الله عفوا نقتلوا هذا أعطيه نورية ولا لكلتهم بعد قال لي نشوف كنتي نشوف كنتي نهار اللي بديت باش نصور وقفت عندي مرايا قبل ما نخرج نشوف روحي بديت نكيل مهبولة نهدر مع المرايا قلتها شافية ديري هاد المسلسل إلا نجحتي كملي الطريق وكملي في الفن وإلا كان ما نجحتي بد لي الصنع نحن وكان لي أندفي كانت لي يعني ولما تقرأ النص ويكون صليب ومضيح وهو يحمس الفنان يعني المبدل يزيد من عنده ينقش له كما يقوله يزينه يصحبه ويعيشه وكذلك يعيش الدور يعيش الدور والحمد لله لأدوى الدور هادا كعشته وبصحكي خلصت الخدمة قلعته كي لدي الدور يقعد فيهم وجا قاسني في السياسة وقاسني في الشرطة في كل في كل مشهد كي هنا حاجة صحيح وفي أنا نقعت بربع أولاد خمس أولاد كي يراح الشيخ رحمه الله لطلع للجيش للطلع يعني الجمهور الجزائري اللي يعرف أنت أرملك شهيد كذلك هادوك اللي درت الولادي وهذاك الحامس هاداك درت كنا نشوفوه يعني ونعيشوه في المرأة الحنونة لتحتضن أولادها وتربي أولادها والقوية والقوية صحيح هذه الظروف يعني للصعيبة والمأساة واللي تخرج تفارها وقت اللي تخرجهم واللي تتعيط واللي تهدي وكل أم جزائرية هكذا عايشها